عندي مشكلة بين ناحية مكحول وناحية تلول الباج المسافة أربعين كيلو ما عندي قطعات تمسك نحن تدري أنت من تتقدم كل ما تتقدم لازم قطعات خلفك تمسك ظهرك يعني أنت تتقدم بس لازم المنطقة التي تحررها تمسكها قطعات حتى ما يرجع العدو عليها ويطوقك فبرزة عندنا مشكلة ما عندنا قطعات فرئيس أركان جيش كان بوقتها الله يدخل بالخير فريق روح أثمان الغانمي وفريق عبدالأمير أرل أيضا كان ويا موجودين فقلوا لي إحنا قطعات ما عندنا سبل وقت الحاضر تقدر إذا نأمل لك تسليح مع الألف شخص تقدر تجيب من جماعتك وتخليهم قلت له أنا حاضر نطولي تسليح مع الألف شخص والله واروح واجيب من مناطقنا ذول العرفهم اللي ما لهم علاقة بالأرهاب ونضاف والناس اللي تركوا مكاناتهم وراحوا على أربيل وراحوا على غير مكانات هاجروا جبت منهم ألف سلحتهم من البندقية إلى القادفة ومسكتهم هذا الأربعين ونجحت العملية وحررنا قاعدة القيارة وكملنا الواجب بس بقوا لحد هذا اليوم هم ينفذون واجبات وفعلا أنا خابرت أحد قادة الفرق وطلو أريد أسألك بالله هو من القادة الجيدين قلت لي يا أبا سؤلف لي إذا سويك بديل وإذا سويك ثلاث واجبات قلت لي يا أبا